أخدكوا في جولة سريعة في المرور بما أننا نتكلم على الشوارع برضو تعالوا نبص نهاردة على شوارع القاهرة والمحافظات دلوقتي الناس بدأت تنزل وهنبدأ جولتنا من القاهرة في إغلاق كلي لأحد الاتجاهين في طريق الأوتستراد وده بسبب تنفيذ أعمال مشروع القطار الكهربائي السريع عند تقاطعه مع طريق الأوتستراد وده بيستلزم إجراء تحويل لحركة المرور بالاتجاه الآخر بالتبادل واستكمال أعمال تنفيذ الغلق الكلي للاتجاه القادم من مناطق التبين تجاه مناطق المعادي مع تحويل الحركة المرورية في الاتجاه الآخر وده طبعا هيكون لمدة شهر لو كملنا في اتجاه الكورنيش هنلاقي كثافات مرورية بسيطة باتجاه منطقة وسط البلد أما كبري أكتوبر للمتجه للعباسية هنلاقي هناك سيولة مرورية لغاية غمرة اللي مكمل في اتجاه العباسية هنلاقي هناك كثافات مرورية بسيطة بتزيد مع ساعة الضروة الصباحية لو تابعنا شارع صلاح سالم هنلاقي هناك سيولة مرورية كبيرة وهتفضل مشيا معنا لغاية نفق المالك الصالح اللي بيشهد كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي نفضل مكملين لغاية كوبري أرودا هناك برضو في بعض الكثافات المرورية كورنيش النيل بدأت الكثافات تزيد عند المظلات والساحل ومنطقة وسط البلد ودي كثافات طبعا طبيعية بسبب زيادة أعداد السيارات أما الكورنيش المتجه للمؤسسة في سيولة مرورية ناخد بالنا أن كوبري 15 مايو بتظهر عليه بعض الكثافات على منطقة الزمالك بسبب أعمال توساة الكوبري وربطه بمحور 26 يوليو الجديد نستكمل جولتنا بشوارع الجيزة في إغلاق جزء للطريق الدائري الأوسطي أعلى تقاطعات المحور المركزي والمحور المركزي الموازي وطريق جمال عبد الناصر دون تعطيل حركة المرور كمان في غلق كلي لطريق امتداد محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان جوهينة في اتجاه طريق الوحاة تحديدا المنطقة الموجهة لمدخل نادي 6 أكتوبر وميدان الحصري كمان في بعض التحويلات المرورية على محور 26 يوليو بسبب أعمال التوسعة القادم من ميدان لبنان في اتجاه أكتوبر لنزول يمينا باتجاه محور المهندس شريف إسماعيل المستحدث اللي هو ما بعد طريق الدائري ثم الدوران والعودة مرة أخرى باتجاه محور 26 يوليو ثم الصعود مرة أخرى للمحور بمنطقة أبو رواش باتجاه أكتوبر القادم من أكتوبر باتجاه ميدان لبنان سيتم استخدام حارات التوسعة المستحدثة بواقع عدد 6 حارات مرورية على أن تكون مدة تنفيذ الأعمال 75 يوم أما القادم من الدائري باتجاه أكتوبر لسه الطريق مغلق بسبب أعمال التوسعة ولاتجاه إجباري من خلال نفق حازم حسن لمحور 26 يوليو أو محور رود الفرج لو رحنا على شرع الهرم عن إيه بيشهد كتفات مرورية بسبب غلق الشرع في الاتجاهين كمان باقي شرع الهرم الرئيسي بيشهد طباطق في حركة السيارات كمان ظهرت بعض الكثفات الأخرى في شرع السودان لغاية جامعة القاهرة ومدان النهضة وصولاً لمناطق بلاء ومبابة أما محور صفت فيه كثفات مرورية بتزيد في الاتجاه إلى جامعة القاهرة ناخد بالنا إنه تم إجراء غلق كل بشارع منشأة البكاري بمنطقة حي الهرم بالاتجاه القادم من أسفل الطريق الدائري لمدة شهر بسبب تنفيذ الأعمال الإنشائية للقواعد الخرسانية الخاصة بمطلع ومنزل محور عمر بن العاص اللي تربطه مع طريق الدائري القوس الغربي نروح بقى لمحافظة الأليوبية القادم من الزراعي بتظهر بعد الكثفات المرورية بطريق اسكندرية الزراعي بسبب زيادة أحمال السيارات الكثفات بتبدأ من بعد نزلة كوبري أليوب لغاية مطلع الدائري في الاتجاه القادم من الأقليم وصولاً إلى القاهرة حتى الطريق الدائري اللي أصبحت قليلة بشكل كبير بعد انتهاء أعمال التوسع بيشهد الاتجاه الآخر من الطريق كثفات متقطعة وسط المتابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثفات مرورية تظهر بالطريق لمنع ظهور زيحام مروري للمركبات لكن القادم من الزراعي باتجاه الدائري سواء الجيزة أو المرج هيلاقي هناك سيولة مرورية معدى بعد الكثفات البسيطة لكنها مش مؤثرة بشكل كبير أما اللي جاي من منطقة الدلتا وهيستخدم طريق شبرة بنها الحرة لشان يتجه لمناطق شرق القاهرة والتجمع يفضل أنه يمشي على محور الفريق العصار مروراً بالشارع الجديد في شبرة الخيمة نكمل جولتنا المرورية ونروح بقى لفرسعيد هنلاقي هناك سيولة مرورية في معظم الشوارع معدى بعد الكثفات نتيجة يعني الوقت ده من ساعة الظروة الصباحية زي شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثفات النسبية بسيطة هتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية ومن طرح البحر هنروح للشارع الجمهورية اللي فيه كثفات مرورية مكملة لحد آخر الشارع ودلوقتي دي كانت جولتنا المرورية نرجع لفسانتو مصطفى وتكملت بقية فقرات صباح الخير يا مصر شكراً لكي شكراً يا هلا